بالذات ان هم الناس اللي عندهم حاجات مزمنة يعني عندهم مثلا ما زرقة ما زرقة ده ارتفاع ضغط العين محتاج علاج مزمن هحط قطراتي مش هحط قطراتي طب القطرة نزدت في الحل هتحصل ايه؟ طب لو حاسب طعمها طب هيفست في صيامي ولا مش هيفست في صيامي طب ينفع أجل ينفع القطرة حطها in between كده من فترة الصحور لغاية فترة الفطار يعني فترة بعد الفطار طب انا لو نسيت بقى في وسط زحمة المشاغل والمسلسلات والعبادات والكلام ده ايه اللي حيحصل؟ الحاجة التانية طب انا عايز اعمل عملية ليا او لوالدي هنعندي فرصة كويسة مثلا في اجازة رايد اعمل عملية الليزك او الفمتوليزك واخد الاربع خمس سيام دول الاجازة هنأيت روق فيهم وارجع الشغل بعد كده هل ينفع ولا لا؟ وانا صايم طب العمليات الاخرى والدي عنده ما يبيضة والدي عندها سكر ومؤثر على الشبكية اه او هاخد بنج موضيع لبنج كله تسالات كتير حقيقة بتيجي حوالين هذه المشاكل حقيقة المرضى السكر بدات عندهم مشاكل كتير في الرؤية وليها دعوة مرتبطة بالصيام مرتبطة بالاخباطة السكر في الدم ده برضو مشكلة اخرى هنتكلم عليها في هذه الحلقة الحقيقة التي يعني مهمة في انها بتجاوب على الاسئلة الناس كتير جدا اللي هم بيستخدموا الاطارات بصفة مزمنة او ليهم تدخلات او حصل لهم التهابات لازم نفهم مع بعض ايه الاطارات وايه دورها وايه العمليات وايه دورها وهل ده يفسد الصيام او لا يفسد الصيام الحاجة الاولية هنتكلم عليها لو حد ليه عملية العمليات تنقسم في العيون بذات العمليات تحت مخدر موضعي وده الحقيقة في الناس الرشدة العقلة فوق 95% من العمليات فوق 90% من عملياتنا بتتعمل بمخدر موضعي المخدر الموضعي بتبقى عبارة عن قطرة او حقنة بتتاخد حوالين العين الحقنة المخدر اللي فيها ما بيخشش في الدم فبالتالي يعني العمليات اللي بتتم ببنج موضعي سواء قطرة او سواء حقنة هذه لا تفسد الصيام قولا واحدا كده بالعكس احنا نطلب المريض دايما حتى اللي هو هياخد بنج موضعي في معظم عملياتنا يبقى هو صايم قبلها ب6 ساعات او 4 ساعات على حسب سنه لان فيه في بعض الاحيان بنحتاج نقل ببنج موضعي ببنج كل حاجة تحصل المريض دي تخيني يخاف كده فبنطلب فترة ان المعدة تكون 6 ساعات صايمة قبل كده فلو الشخص تقدم وعمل عملية بتكلم عن العمليات اللي داخل اللين العمليات اللي يزك وتصاري وبصار دي بتبقى عمليات ابسط كتير وموضوع فيها سهل وما فيهوش مشاكل ان شاء الله فلما نعمل كده لما بيبقى الواحد عنده مخطط انه يعمل عمليات في رمضان وجه للعمليات 9 صبح 10 الظهر فأي وقت من كده بقى على اقل صايم من 4 ل 6 ساعات قبلها حتى لو هيعمل ده بمخدر موضعي زي ما قلت لكم كده المخدر الموضعي او مخدر الاطرة لا يفسد الصيام على الاطلاق لان ده ما بيعديش في الدم وما بيعديش في ما بيضفش غذاء او حاجة للمريض طيب ساعات في في الاحوال الدكتور التخدير بيدي وهو احنا شغالين في مخدر موضعي بيزداد في العمليات اللي حتطور شوية المال بيدا بتاخد دقايق الجلوكومة بتاخد دقايق يعني معظم عياتنا بتبقى سهلة في عمليات الجسم الزجاجي او بعض عمليات الصعبة او معقدة الاورام بتاخد وقت طويل شوية بتاخد ساعة لتلاث ساعات فالدكتور التخدير عشان يقلل التوتر على المريض بيركب له كانيورا ودي لازم مهمة او في الموضوع المخدر الموضعي ان الدكتور التخدير يبقى معانا ومتواجد يدي العين اكسوجين وينركب له بعض الادوية المهدئة بيديره جوه الكانيورا كده حاجة تخلي التوتر والشدة اللي هو فيها تبقى سهلة كده ونعدي فترة العملية بسلام ونقعد نحن نكلم مريض ونقعد نظر معاه في بعض الاحيان ويرد علينا والامور بتعدي بسلاسة وقصر طيب الادوية حكم الادوية اللي بتتاخد في الكانيورا الادوية طالما هي لا تغذي يعني مفيش فيها يعني مثلا جلوكوز الخمسة في المية او العشرين في المية لا تضيف غذى للمريض يبقى يعني والحقيقة ده مش هانا اللي بقول كده بس هو الفتاوي شوخنا لا في الأوقاف وفي الأزهر قالوا ان دي لا تفسد الصيام طيب الدكتور التر يدي له حاجة فيها جلوكوز سكر ونزل مثلا لمستوى معينة وراح مديله جلوكوز مركز مثلا زود كده دي الحاجة الوحيدة اللي هي يعني بعد العملية ما بتفوت المريض عشان هو أخذ نوع من الغذاء يعني ممكن يفطر يفطر او يعني في بعض الأحيان هالناس يقولك لا أنا هكمل الصيام يا ربنا بقى احتسبه زي ما احتسبه